دروس في كتاب منهاج الصالحين لسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني حفظه الله قلقيت في حوزة النجف الأشرف لسنة 1436 هجري الموافق 2014 ميلادي للأستاذ الشيخ علي مظفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلنا إلى مسألة رغم عشرة يقول في هذه المسألة لكن بودي قبل بيان هذه المسألة أن أعيد بعض مصطلحات علم الفقه التي ذكرناها لكي يحصل للطالب إضاح لعله في الدرس الماضي بيناها بنحو مغلوط أو فيه شيء من الاشتباه تقوى التقصير من جانبنا عبارة يجوز وعبارة يجب ولا يجب ولا يجوز عبارة يجب هو أمر بالفعل لا يمكن تركه كما يجب كما نقول يجب أداء الصلاة يجب الحج على المستطيع أو تجب الحج على من استطاع إلى الحج ويجب الخمس على المكلف وما أشبه يعني فيه أمر بالحكم التكليفي وهذا عند تركه يوجب الإثم والعقاب أما عبارة لا يجب الأول يجب أما عبارة لا يجب فيه ترخيص بالترك يمكن فعله وبتعبير آخر هو رفع الإلزام بالفعل لا رفع نفس الفعل كما جاء فيه كتاب مفاتيح الفقهية كما لو قلنا في هذا المثال لا يجب حضور صلاة الجمعة فالحضور فيها يعني ليس واجبا على المكلف ولكن إن حضر لا مانع من ذلك هاي فيه عبارة لا يجب أما إذا قلنا يجوز يجوز لك شرب الماء يجوز لك الذهاب إلى الحسينية وهكذا من الأشياء المباحة وهو ترخيص بالفعل أي عدم الإلزام بفعله أو تركه فيمكن للمكلف أن يفعله أو أن يتجنبه هذا في العبادات ممكن أن يشرب الماء يجوز له شرب الماء ممعنى أن الفقيه يقول لنا لا يجوز عليك شرب الماء شرب الماء فإذا لم أشرب الماء هذا يعني أني ارتكبت حرمة تكلفية لا بل يمكن لي المخالفة في ذلك وعبارة لا يجوز هي بالضبط تشبه الحرمة بل هي الحرمة أمر بالترك أو أنه نهي عن فعل لا يجوز لك شرب الخمر أحنا في الدرس الماضي كان عندنا خطأ في هذا لا يجوز يعني حرام لا يجوز لك شرب الخمر لا يجوز لك الذهاب إلى دار البغاء لا يجوز لك الذهاب إلى المراقص لا يجوز لك كذا أو كذا فهذه عقوبة لمن ارتكب هذا الشيء فيكون مستحقا لهذه العقوبة المسألة الرقم عشرة تقول يقول السيد السستاني حفظه الله في المسألة الرقم عشرة إذا قلد من ليس أهلا للفتوى يعني المكلف قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها أي للفتوى وإذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة أي مع علم هذا المكلف بأن الفتوى بين الأول والثاني بين الأعلم والذي ليس أعلم يعني هو قلد ليس الأعلم وعرف أن هناك شخص ثاني أعلم واختلاف في الفتوى وجب العدول من غير الأعلم إلى الأعلم وكذلك لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم منه أي أعلم من ذلك الأعلم نحن قلنا لا يجوز العدول إلا في نقاط معينة يستطيع العدول المكلف من فقيه إلى فقيه بشروط معينة واحدة من هذه الشروط أن يكتشف أن الفقيه الذي قلده ليس هو الأعلم واحدة من هذه الشروط أن الفقيه الأعلم الذي قلده قد مات ومن هو في عالم الدنيا الحي يعني الفقيه الحي أعلم منه ويعرف أن ذلك الحي وبين الفقيه الذي مات هناك اختلاف فعليه أن يقلده يعدل من الميت إلى الحي أو أن يشك في الفقيه أنه يكون جامع للشرائط لكن بعد أن يفحص ويتأكد وإذا تبين له أنه فاقد لأحدى الشروط كالأعلمية أو العدالة مثلا عدل عنه أما إذا لم يتبين له أنه فاقد لهذا الشرط لا يصح العدول عنه وخير من الناس يبتلون بالعدول من شخص إلى آخر أو من فقيه إلى آخر لأن ذاك شكله أحسن أو ذاك يستقبله بشكل لطيف أو ذاك شخصية إعلامية مشهورة هذا مو سبب للعدول من فقيه إلى فقيه يقول في المسألة 11 يقول إذا قلد مجتهدا شوف هذا الضمير لم يقول إذا قلد إذا قلد يعني منه؟ يعني المكلف إذا قلد مجتهدا ثم شك هذا المكلف شك في أنه كان هذا المجتهد جامعا للشروط أم لا وجب عليه الفحص وجوب شرعك وجوب الصلاة في حالة الشك وجب عليه الفحص فإن تبين له يعني للمكلف أنه كان جامعا للشروط بقي على تقليده بقي على تقليدي من شك في أنه جامعا للشروط وإن تبين له خلاف ذلك مثلا وإن تبين أنه كان فاقدا لها أو تبين له شيء عدل إلى غيره الآن أنا شككت بهذا وتبين لي أن هذا الذي قلدته المجتهد فاقد لبعض الشروط لشيء من الشروط كالأعلمية كالعدالة وما أشهر من هذه الأموم أعمال السابقة كيفية أعمال السابقة هل هي صحيحة هل هي غير صحيحة يقول في فرع هذه المسألة وأما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الإجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط بهذا الكيفية إذا عرف كيفيتها يعني عرف أعماله بتفصيل الذي جاء بك كثير من الناس الآن يقوم بأعماله اليومية لكن لا يعرف كيفيتها لا يعرف هذه التفاصيل لأنه إنسان متعود على الصلاة وكيفية الصلاة والقراءة فمع مطابقة العمل لفتوى يجد تزئ به إذا لقى هذه الأعمال السابقة التي قام بها بناء على ذاك الفقيه الذي شك فيه وفحص واكتشف أنه فاقد لواحدة من الشروط كالأعلمية مثلا جاز أن يعمل طبقا على فتوى الجديد بل يحكم بالاتشزاء في بعض موارد المخالفة أيضا لا إشكال حتى مثلا مثلا لو ذاك القديم قال تأتي بالسبحانيات مرة واحدة بدل ثلاث مرات في الركعة الثالثة والرابعة والجديد قال لا يجب ثلاث مرات ولا ما تجزي يقول يحكم في هذه الموارد أيضا كما إذا قلده كما إذا كان قلده أقول الأول عن جهل قصوري الجهل القصوري كما هو واضح عندكم أنا قاصر أحيانا عن المعرفة ذهني ومستواي العقلي لا يستطيع أن يدرك من هو الأعلم وهذه الأمور المعقدة من نسبة عادة هي معقدة لجميع الناس للمكلفين أما القاصر التقصيري المقصر لا أحيانا أنا عندي مستوى وأستطيع وفي بلدي علماء وأنا في بلدي العلماء لكن أنا من نفسي ما أذهب للسؤال هذا قاصر مقصر مقاصر مو عن قصور بل هذا عن تقصير كما سيبين الآن كما إذا قال كما إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري مستوى ما يسمح أو أخلى بما لا يضر الإخلال به لعذر كالإخلال بغير الأركان من الصلاة الأركان الصلاة بها إحدى عشرة ركنا أو إحدى عشرة واجبا خمسة منها ركنية وستة غير ركنية الخمسة الركنية ها كالركوع والسجدتين والقيام والتكبيرة هذول إذا أخللت به عمدا فصلاتي باطلة إذا أخللت به سهو الركنية إذا أخللت بها سهو أو نسيانا فصلاتي أيضا باطلة أما الستة الغير ركنية مثلا كقراءة الفاتحة غير ركنية إذا أخللت بها عمدا فصلاتي باطلة أما إذا أخللت بها سهو أو نسيانا فلا إشكال في ذلك أتي بعدها بركعتين بركعتين بسجدتي السهوة ما أشبه يقول إذا كان خللي كخلل بغير الأركان كخلل بغير الأركان من الصلاة أو كان تقليده له للمرجع القديم للفقيه القديم عن جهل تقصيري أنا ما بحث وأخل بما لا يضر الأخلال به بشرط أن يخل بما لا يضر أما إذا أخل بشيء يضر الأخلال به كأنه إذا ما أتى بالركوع ما أتى بالسجدتين ما أتى بالوضوء ما أتى بالتكبيرة لا أحنا نقول إذا أخل بشيء لا يضر الأخلال به ها به إلا عن عمدا كالجهر والإخفات في الصلاة هذا ما أكوه إشكال تشمله شنو يجتزع بعمل قديم يعني عمال السابقة الصحيحة سواء قصوري أو تخصيري لكن على شرط ليكون جاء بأشياء أركان أخلى بأركان مثل أركان الصلاة أو جاء بأشياء لا يضر الأخلال بها إذا لم تكن عن عمد سهوا ونسيانا كالإخفات والجهر الإخفات في الصلوات الواجبة مثل صلوات الظهر صلاة الظهر وصلاة العصر يجب فيها الإخفات للرجال جيد وإذا ما أخفت الرجل إذا كان يعرف بالمسألة وصلى صلاة الظهر جهرا صلاته باطلة زين والصلوات الإخفاتية أو الصلوات الجهرية هي صلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء هذا يجب أن يجهر بالفاتحة والصورة التي تليها أما في حالة الركوع والسجود لا ما يحتاج يجهر حتى لو يقوله إخفاتاً همساً لا أشكال يعني مقصودنا من الجهر والإخفات في حالة قراءة الفاتحة والصورة في الركعة الأولى والثانية خاصة زين مكلف الآن يعرف أنه الصلاة الصبح والمغرب والعشاء يجب أن تكون جهرية ولم يجهر فصلاته باطلة احنا كثير من المؤمنين ما يجهرون نعلمهم مرة ومرتين شوفوا ما يجهر فصلاته جزماً باطلة ليش؟ لأنه تجري على الله يعني جاء بشيء في الشريعة أو جاء بشيء محرم معاند يعتبر أما لا نسيالاً سهواً لا أشكال في ذلك إن نسى كل الصلاة أن يصليها جهرية وهي جهرية قالها إخفاتياً نسياناً فلا أشكال في ذلك أما إذا نص الطريق نص الآية تذكر أنها جهرية وهو يخفت يعيد لما يعيد مباشرةً يكمل وهو يجهر بموضع الآية التي وصلها يقول قدس سره يقول حفظه الله وأما إن لم يعرف كيفية أعماله السابقة هذا الفرع الثاني الأول إذا كان يعرف أعماله السابقة الآن لا يعرف كيفية أعماله السابقة يقول فيمكنه البناء على صحتها إلا في بعض الموارد في مثل أي موارد كما إذا كان بانياً على مانعية جزء أو شرط واحتمل الأتيان به غفلة بل بل حتى في هذا الموارد إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنه لا يحكم بوجوبه جداً بسيطة هذه المسألة لطيفة يقول مسألة 12 مسألة 12 إذا بقي على تقليد الميت غفلة أو مسامحة نحن نقول إذا بقي هذا الضمير دائم يرجع للمكلف المقلدها بعد ما ينبين أكثر من هذا أكثر من المرة من دون أن يقلد الحي ظل على تقليد الميت أرد نسيانة غفلة مسامحة في ذلك من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد عجيب شلون هذا وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك والتفصيل المتقدم في المسألة السابقة جار هنا أي أي تفصيل يعني عند عدم علم المكلف بالمخالفة فتوى الميت لفتوى الحي إجمالاً إذا ما كان يعلم ها فلا أشكال أما إذا كان يعلم إذا كان يعلم بأن هناك مخالفة في الفتوى بين الميت وبين الحي كما هي العادة من يقول كما إذا بقي على تقليد الميت كمن بقي بلا مقلد إلا بهذا الغيض المسألة 13 يقول حفظه الله في هذه المسألة إذا قلد من لم يكن جامعاً للشروط أي شروط الشروط المذكورة في مسألة ستة راجع هذه المسألة مسألة ستة يقول البلوغ والعقل والإيمان والذكورة والاجتهاد والعدالة وطهارة المولد والضبط بمغدار المتعارف والحياة على بعض التفاصيل يقول إذا قلد المكلف من لم يكن جامعاً لبعض الشروط وألقيت إليه والتفت إليه بعد مدة التفت إلى هذا المقلد أنه لم يكن جامعاً للشروط فإن كان متعمداً في ذلك معتمداً فإن كان معتمداً في ذلك يعني على تقليد هذا الشخص الذي لم يكن جامعاً للشروط وبعدها التفت فإن كان معتمداً في ذلك على طريق معتبراً 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 شرعاً وقد تبين خطأه لاحقاً كان كالجاهل القاصر وإلا فكالمقصر شنو طريق معتبر شرعاً يعني سؤال أهل العلم سؤال أهل الخبرة سؤال علماء البلد سألت واحد من أهل الخبرة وقال لي هذا فلان هو الأعلم جامع للشرار بعد عشر سنوات تبين لا أن فلان ليس جامعاً للشرائط أنا جئته شنو هذا خطأي من خلال ماذا من خلال قصور لا من خلال تقصير لأنني سألت وبحثت عن طريق معتبراً شرعاً فسألت أهل الخبرة فمن خلال قصور لأنني ما عرفت أن هذا أهل الخبرة أو ظننت أن هذا أهل الخبرة أما إذا لم أكن أسأل فأعتبر مقصراً لأنني قصرت في البحث والبيان يقول وإلا أعيد العبارة يقول إذا قلد من لم يكن جامعاً للشروط والتفت إليه بعد مدة يعني التفت إلى هذا من قلده فإن كان هذا المكلف معتمداً في ذلك على طريق معتبر شرعاً وقد تبين له خطأه لاحقاً طريق معتبر كسؤال أهل الخبرة وقد تبين خطأه لاحقاً كان كالجاهل القاصر لأن أنا بحث وإلا شنه وإلا إذا لم يكن عن طريق معتبراً شرعاً وإلا فكالمقصر هكذا تقرأ العبارة ويختلفان القاصر والمقصر يرجع الضمير إلى الجاهل القاصر والجاهل المقصر ويختلفان في المعذورية وعدمها كما قد يختلفان في الحكم بالاتجزاء وعدمه حسب ما مر بيانه في المسألة الحادي عشرة يعني يعدل إلى غيره ولا لا مسألة أربعة عشر لا يجوز في هذه العبارة ابتداء يعني شنو؟ يعني يحرم حرام لا يجوز العدول إلى الميت ثانياً كنت أقلد واحد كنت أقلد فقيه ثم مات ذلك الفقيه وقلته الأعلم الحي الأعلم الحي يقول يحرموا لا يجوز لي أن أرجع من الفقيه الحي إلى الفقيه الميت الذي كنت قلته مرة أخرى بعد العدول عنه إلى الحي يعني بعد عدول عن الميت إلى الحي والعمل مستنداً على فتوى فتوى الحي يعني إلا بشرط واحد لا يكون حراماً إلا إذا ظهر أن العدول عنه لم يكن في محله يعني الحي ليس هو أعلم من ماذا؟ ليس أعلم من الميت بل الحي ليس جامعاً للشروط اكتشفت أنه ليس بأعلم أو أنه فاقد لأحد شروط العدالة أو لأحد شروط الاجتهاد أو التقليد إلا إذا ظهر أن العدول عنه لم يكن في محله كما لا يجوز يعني يحرم العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم أو لم يعلم باختلاف أو لم يعلم بالاختلاف بينهما اليوم بينا نحن كنا في خدمتكم في بعض بلداننا هناك بعض الشباب المؤمنين يرجعون ويقلدون فقيه يعدلون من فقيه إلى فقيه ليش؟ لأن والله هذا عند مسائل عند مسائل يطرحها في التلفزيون بهذه الكيفية هذا عنده تواصل في الأحلام هذا يتكلم وذاك ما يتكلم وما أشبه شروط الشروط المرجعية بالكلام وعدم الكلام بض points شروط المرجعية بالتواصل مع الناس وعدم التواصل مع الناس هي ليست من شروط المرجعية لichن بين ما هي شروط الإجتهاد والشرط المرجعية المرجع الجامع للشرائط ليس صاحب العمام الملونة ليس من أسرة فلانية ليس ساكن في المنطقة الفلانية أو البيت الفلاني أو بالهيئة الفلانية أو الإعلام الفلاني هذه ليست شرائط لي أن يكون مقلدا نرجع أو أن يعدل المقلد منه إلى واحد آخر مسألة خمستعشر إذا توقف المجتهد عن الفتوى في هذه المسألة قال أنا متوقفون لا أعطي رأيا في هذه المسألة إذا توقف المجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من الفتوى إلى التوقف أفتى بالوجوب أو الحرمة ثم قال بعدها عدل قال أتوقف ما أجيب على هذه المسألة في الحالة ماذا يصنع المكلف يقول تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره وفق ما سبقه والاحتياط إن أمكن ذلك الاحتياط ويرجع إلى مكان يحتاط لكن الاحتياط متعذر كما بينا في صلاة ماذا؟ في صلاة القصري الصلاة القصري وصلاة التمام في حالة المسافر هذا الاحتياط غير متعذر ممكن أن يأتي بالصلاة قصرا تارة وأن يأتي بها كاملة تارة لكن لا يمكنه ماذا؟ لا يمكنه أن يأتي بالاحتياط في حالة المثال لغربناه في حالة الزواج فقيه كذا يقول وفي قيه آخر ترجعون إلى الدرس السابق مسألة 16 يقول إذا قلد مجتهدا يجوز مو يجوز يجوز هذا المجتهد الذي قلته يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا أو في الجملة يعني في الجملة شنو؟ على نحو الموجبة الجزئية كما يعبر عنه في علم المنطق هاي عبارتان لطيفتان يجب أن يعرفهم الطالب أحيانا يقولون في الكتب الفقهية أو في الأصول أو أي كتاب حوزوي أحيانا يقولون في في حرف في في الجملة يعني على نحو الموجبة الجزئية يعني بعض الأفراد أنا أعرف هذه العائلة في الجملة يعني شنو أعرف هذه العائلة بالجملة؟ لا 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 أعطي مثال آخر أنا أعرف كتاب أنا أعرف القرآن الكريم في الجملة في الجملة أعرف القرآن في الجملة يعني أعرفه إجمالا تعبيرنا على نحو الموجبة الجزئية يعني أعرف بعض آيات القرآن الكريم لكن هذا مصطلح نضحه بعض آيات القرآن الكريم طويلة فنضح هذا المصطلح وعلم نقول في الجملة وأحيانا لا أنا أعرف الكتاب القرآن الكريم تفصيلا آية آية حرف حرف نقطة نقطة مثلا ماذا أقول أقول بالجملة بالجملة أعرف القرآن الكريم بالجملة لا في الجملة يعني تفصيلا لا أجمالا يقول في هذه المسألة إذا قلد مجتهدا هاي فرع من مسألة نعم هاي مسألة ستعش يقول إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا أنت يجوز لك أو في الجملة يعني في بعض المسائل أجوز لك أن تبقى عليه فمات الأول فمات الحي الذي قال لي عليك يجوز لك تقليد الميت فمات ذلك الذي جوز لي فمات ذلك المجتهد يقول لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة خصوصا عن ماذا نفعل بل يجب الرجوع فيها إلى أعلم الأعلم من الأحياء نشوف ماذا يقول هل هذا الجديد الثالث الذي قلدته يقول لي جواز البقاء لو يقول لي لا لا يجوز لك بقاء التقليد على الميت مثل رئيس سماحة سيستاني يقول لا يجوز لك التقليد الميت إلا أن يكون الميت فعلا أعلم من الحي أما إذا كان الحي أعلم وتعرف الاختلاف بينهما فعليك ماذا بل يجب عليك ممخير أنت يجب عليك تقليد الأعلم الحي جيد أي فرع مسألة ستة عشر يقول وإذا قلد مجتهدا وإذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي أو بوجوبه مطلقا أو في خصوص ما لم يتعلمه من فتاوى الأول فعدل عليه ثم مات هم الثاني هم مات ماذا نفعل يعني قلدت الأول مات الثاني الحي الأعلم قال لي يجوز عليك البقاء على تقليد الميت مات ثم قلدت الثالث ها الثالث الذي قال لا لا يجوز أو يجوز فمات حتى الثالث يحتاج إنسان يكون معمر ليعاصر ثلاث فقهاء واقع لا كثير قد يعاصر ثلاث أربع فقهاء خصوصا الشباب يقول فمات يجب الرجوع في هذه المسألة إلى أعلم الأحياء والمختار فيها وجوب تقليد مختار السيد السيستاني يقول والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة الذي نماتوا مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى كما هو محل الكلام فلو كان المجتهد الأول هو الأعلم في نظره من الآخرين لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع لزمه في تقليده في الرجوع في جميع فتوى المسألة 17 جيد المسألة 17 تقول إذا قلد المجتهد وعمل حسب رأيه هذا المجتهد ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي فلا إشكال في أنه لا إشكال في أنه لا تجب عليه على المقلد إعادة الأعمال الماضية التي كانت على خلاف رأي الحي وهذا واضح أنه واضح أن هناك اختلاف بينهما اللي مات رأيه أو هذا الفقيه الحي رأيه مخالف لماذا لمن للفقيه الذي كنت أقلده لكن لا يجب عليه إعادة تلك الأعمال فيما إذا لم يكن بهذا الشرط لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل القصوري كمن يقول لي كمن ترك الصورة صورة التي يعني يعبرون على الصورة ليس الفاتحة الصورة مثلا قل هو الله أحد توحيد الإخلاص الناس يعني لبعد الفاتحة كمن ترك الصورة في صلاته عمدا على رأي مقلده ثم قلد من يقول بوجوبها فإنه لا تجب عليه إعادتها إعادة ما صلاها بغير الصورة الأول قال الله يكفي عليك تقرأ صورة الفاتحة بالصلاة الواجبة ثم تركع مباشرة خلاص بعد ما يحتاج لا يحتاج أن تأتي بالصلاة مع الصورة الفاتحة مع الصورة ومات هذا اللي قال لي ما يحتاج جاء الفقه ثاني يقول لا شلو ما يحتاج يجب عليك أن تأتي بالصورة واجب قزن أعمال التي الصلوات التي صليتها من غير الصورة ما حكمها يقول لا 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 أشكال ماكو أشكال يقول بل المختار رأي السيد السستاني أنه لا تجب إعادة الأعمال الماضية ويجتزئ بها مطلقا حتى في غير هذه الصورة مطلقا عليه ماذا تكون أعمال هذا الفقي المقلد صحيحة بشرط أن يكون تقليده عن جهل قصوري مؤكونا أروح أقلد واحد غير الأعلم يا أخي كثير من الناس يروحون يتوجهون لتقليد غير الأعلم شيء عجيب عجيب من الناس الشباب كبار الأبا والأجداد حفظهم لا يعرفون الطريقة جيدة الشباب يتوجهون إلى تقليد غير الأعلم مشكلة كبيرة وأحيانا يعدلون من الأعلم إلى غيره لحجج جنواهية غير منطقية وغير عقلائية بحيث أن فلان يظهر في التلفزيون فلان كذا أخلاقه يروح يعمل مقارنة بين هذا الفقي وهذا الفقي يا ليتها مقارنة صحيحة يقول مسألة ثمنتعش يجب وعجي ما هذه العبارة يجب يعني واذا يجب فعل الصلاة يجب الحاج على من استطاع يجب الخمس تجب الزكاة يقول يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشروطها مؤمن رجل مكلف أي إنسان يقود السيارة يملك سيارة مركبة إذا هذه المركبة تعطلت في الطريق يعني تعطل الإطار عجلات السيارة صار فيها مشكلة وهذا الرجل لا يعرف كيفية تصليح إطار السيارة أو لنقل أنه لا يعرف أن يفتح جهاز الراديو في السيارة أو التكييف أو أن يضع ماء وأن يصلح بعض هذه الأمور البسيطة التصليحات الصغيرة وهو يملك السيارة ويقود السيارة كل يوم ويذهب إلى العمل ويرجع إلى البيت ويذهب إلى السوق هذا الإنسان يعاب عليه ليش يقول أنت كل يوم تقود السيارة لا تستطيع ولا تعرف كيفية تصليح بعض المشاكل الصغيرة نحن في الصلوات لأقل أن صلي خمس صلوات واجبة كل يوم من سن التكليف إلى الممات يقول الإنسان يسه ينس يشك في حالة الصلاة أنا في أي ركعة وما أشبه من هذه الأمور ألا يعاب علينا عندما لا نتعلم أحكام الصلاة وكيفية السهوة تصيح بعض هذه الأمور الصغيرة كل يوم نفعل هذه الأشبه لا يعاب لذلك سماعة السيد يقول يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشروطها كيفية الركوع كيفية السجود ويكفي أن يعلم إجمالا أن عباداته جامعة عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشروط يعرف إجمالا أن متفصيلا يعرف إجمالا أن أعمالي هذه فيها كل الأركان الواجبة الأحد عشر مثل الصلاة مثلا في أحد عشر ولا يلزم العمل تفصيلا بذلك وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات يعني قال أنا أشك هاي الصلاة بين الركعة الثالثة أم بين الركعة الرابعة في الصلاة الواجبة الحكم ماذا يفعل في حالة الشك بين الثالثة والرابعة أن يقول أن يبني على الرابعة صحيح أن يبني على الرابعة لكن هو ماذا فعل ويأتي بسجد وركعة الاحتياط لكن هو ماذا سوى ماذا فعل جاء وبنى على الركعة الثالثة ما بنى على الرابعة خطأ وبعد سأل واكتشف أنه على خطأ ماذا يصنع عليه أن يعيد الصلاة لا أشكال في حالة إذا ما كان يعرف مثلا وإذا عرضت له في أثناء العبادات مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات ثم يسأل عنها من بعد الفراغ فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل وإن تبينت البطلان عاد العمل مسألة مسألة يقول يجب تعلم المسائل عبارة يجب يجب تعلم المسائل التي يبتلى بها عادة كجملة من مسائل الشك والسهو في الصلاة كما كنا بخدمتكم قبل قليل لأن لا يقع في مخالفة تكليف إلزامي متوجه إليه عند ابتلائه بها مسألة عشرين تقدم أنه يشترض في مرجع التقليد أن يكون مجتهدا عادلا وتثبت العدالة بأمور كيفية إثبات هذه العدالة يقول الأول العلم الوجداني أو الأطمانان الحاصل من مناشع عقلائية كاختبار كالاختبار ونحوه كأن يختبر الفقه ويروح إلى الفقه يسأله بعض المسائل ويختبر لا يختبره لعله يرجع إلى كتبه ينظر إلى فتاواه ينظر إلى استنباطاته وما أشبه أو الأطمانان الآن نحن أكو أطمانان بأن المرجعية بالنجف هي الأعلم هي الأعدل عفوا نتكلم في العدالة أو أي شخص ما نتكلم مع شخص معين أكو أطمانان بأن هذا الشخص هو هو عادل مجتهدون عادل أطمانان وجدان يقول هذا المقدار كافي بعد ما يحتاج أكثر الثاني أن تثبت العدالة شهادة عادلين لها بها عادلين مؤمنين من العدول يشهدون بأن فلان من العدول ثالثا حسن الظاهر والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني وهو أيضا يثبت أو يثبت أيضا بأحدى الأمرين الأولين يعني العلم الجداني والأطمانان وشهادة عادلين يعني أنسان قد ما يكون في مكان الحوزة ولا يرى المجتهدون يقول يثبت الاجتهاد كيفية إثبات الاجتهاد والأعلمية أيضا بالعلم والأطمانان بالشرط المتقدم وبشهادة عادلين من أهل الخبرة لم يكفي عادلين وهما ليس من أهل الخبرة عادلين ومن أهل الخبرة يعني أهل الحوزة علماء الحوزة طلبة الحوزة العلمية هم يعرفون هذه هم أهل الخبرة في ذلك وبشهادة عادلين من أهل الخبرة بل يثبت بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحدا ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة أن لا يعارضها كما هي العادة شهادة مثلها بالخلاف ومع التعارض يأخذ بشهادة خش خش قيد أفضل قيد ويأخذ ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة بحد يكون احتمال إصابته الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادته غيره أثنين رجال دين واحد قال سين هو الأعلم الثاني قال فلان هو الأعلم زنصار تعارض سين لو جيم هو الأعلم ألف لو باء هو الأعلم نرجع إلى من هذا أهل الخبرة وهذا أهل الخبرة هذا عادل وهذا عادل مو أحيانا يكون السؤال نسأل أبن المرجع أخو أبن المرجع يقول والدي يقول والدي لطيف أنا بعض أبناء المراجع بعض واحد منهم سألت أبو شخصية غير معروفة لعله إلا في الوسط بقى عنده أوساط الهوزوية سألت قال لا لا أؤمن بأعلمية والدي لا أؤمن بأعلمية والدي المرجع الفلاني هو أعلى من والدي هذا الشكل هذا وين إنسان تحصل عادة إذا توجهنا إلى ابن واحد من المرجع يقول والدي هو الأعلى أنا ممكن ممن شعق لا نحن نقول في مثل هذه الحالات ما يكون من الحاشية ما يكون من الأتباع ما يكون نضع احتمالات كل ما ابتعدنا نشوف هذا يقول فلان وهذا يقول فلان نشوف من شهادتهما أقرب إلى الواقع أكو فلان لا زال الآن بالحوزة في المكان العلمي والعلماء وواحد لا توجه إلى بلاد ليصلي الجماعة لا شك هذا المعاصر الحوزة ومعاصر الوسط العلم والحوزوي هو ماذا شهادته قد تكون هي المطابقة للواقع فنأخذ بشهادة من نأخذ بشهادة هذا الذي الآن معاصر مذاك الذي ترك الحوزة وتوجه إلى الصلاة جماعة بشهاده 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 كأنه درس الفقه من أوله إلى آخره وهو لا يعرف كيفية صلاة الاحتياط أو سجدتي السهو فيفتي الناس بالحج يفتي الناس بالصيام بالزكات بالخمس بالعبادات بالمعاملات وبعض النساء ما شاء الله تتصدى إلى منذر أبي عبد الله جزاها الله خير لكن تقرين شيء وتفتين شيء آخر مكل من قرأ رسالة عملية من حقه أن يجيب الناس حتى ولو درس كتاب المنهاج حتى ولو درسه حتى ولو قرأه الكثير ما درس المشكلة الكثير ما درس الكثير يأخذ الرسائل المستحدثة يقرأ وماذا ويفتي الناس بحيث هو يصور أنه فهم والحمد لله وأنا أفتهم بهذه المسألة أو أنا ذاك اليوم سأل ذلك العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني فهو أجابني فيروح يعمم هاي القضية شوف الطبيب دائما شي يقول يقول أنا إذا أعطيتك دواء للصداع وجاء واحد جارك أخوك عند صداع لا تعطي نفس الدواء لا 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 خلي راجعني أنت مو من حقك تصف لدواء الصداع دعم أنت تعرف هذا الدواء يعالد الصداع لكن يمكن صداع غيره من شاء هذا الصداع شي مختلف أنا مرة من المرات كان عندي صداع ثلاثة أربعة أيام لا أستطيع النوم ذهبت إلى الدكتور قال لي أنت ليس عندك صداع يقول لي إذا ماذا قال لي روح يفحص نظر قال لي يفحص نظر عندك مشكلة في العين قلت له يا دكتور مشكلة في العين أشعر صداع في راسي قال المشكلة في العين يعني لو أنا كنت قاعد أخذ أربعة خمسة أيام بندول هذا الدواء الذي يذهب الصداع ما ذهب الصداع إذن خبرتي لا تكفي لجب أن أتوجه إلى أهل الخبرة إلى المجتهد ذلك يقول في مسألة 21 يحرم الأفتاء على غير المجتهد مطلقا يحرم الأفتاء على غير المجتهد مطلقا يروى هالشكل عن علامة الحل أو أحد العلماء ما ترأوه في عالم الرؤية صاحب المغلفات الكثيرة ما شاء الله ومن هو شافوا في عالم الرؤية قالوا ها أستاذنا عالمنا كيف الأخبار قال أهلكتني الفتوى أهلكتني الفتوى أهلكتني الفتوى مع النفتاء العالم عن دليل وحجة وهو مبرئ الذنب أمام الله سبحانه وتعالى لكن تعال في حلالها حساب وفي حرامها عقاب يقول يروى عن أمير المؤمنين يقول أهرب من الفتوى كهروبك من الأسد أو كهروبك من السيف شون إنسان إذا جاءوا يقتلونه جاءوا هذا بيد واحد سيف أراد أن يقتله يهرب لو ما يهرب أو جاءه أسد إنسان حيوان مفترس يهرب لو ما يهرب إنسان أهرب من الفتوى بهذه الكيفية ممكن من جاء وتصدى لإفتاء للناس بعض الناس يجب أن لا يستمع لأي شيء واحد لابس خاتا في يده اليمنى وعنده هيئة الصلاح لا 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 هذا ما يكفي ما يكفي ما يكفي لأن تستمع له لأنه يقال هكذا من استمع إلى شخص فقد عبده في هذه الآية المباركة الإمام الحسن العسكري يقول أفلا ينظر الإنسان إلى طعامه يقول الإمام الحسكري فلينظر إلى علمه طعام طعام مر طعام البدن طعام يدخل إلى الجوف إلى البدن وأحيانا طعام يدخل إلى الروع فلينظر إلى علمه الإمام الحسن يقول فلينظر إلى علمه من من يأخذه شوف من هذا الإنسان يتأخذ من هذه المعلومات فمن استمع إلى شخص فقد عبد فإن كان القول حقا فقد عبد الله وإن كان القول باطلا فقد عبد الشيطان يحرم الأفتاء على غير المجتهد مطلقا وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط كالأعلمية مثلا فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها شنو هذه العبارة؟ مجتهد؟ نعم مجتهد يحق لي الأفتاء لنفسي؟ نعم يحق لي الأفتاء لنفسي لكن لا يجوز حرام أن أفتي لكي أن يعمل الناس بهذه الفتوى وأطبع رسالة عملية حرام لا يجوز أما فتوى لنفسي فلا بأس بها ويحرم القضاء هذه العبارة، هذه السطر الأخير فيحرم عليه الأفتاء بقصد عمل غيرها بها نريد إن شاء الله أن نعلق عليها لما ندخل في المسألة 22 فلتكون في بال الأخوة طالبا هذا الفرع يقول ويحرم القضاء قضاء يعني أن يكون قاضيا على من ليس أهلا له أي للقضاء ولا يجوز للناس الترافع إليه ولا الشهادة عنده إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك يعني إن ماذا؟ أن يكون هو القاضي، ماكو قاضي إذا ما تصدى في هذا البلد في بلد الجور مثلا على سبيل المثال لو كان قاضي في بلد الجور ماكو فيجب أن يتصدى هو ليستنقذ حق المؤمنين إلا في هذا الشرط وكذا المال المأخوذ بحكم ذلك القاضي ولي لم يكن أهلا للقضاء بحكم الحرام إذا لم يكن شخصيا أو مشخصا بطريق شرعي وإلا فهو حلال بهذا القيد حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض المجتهد على قسمين المجتهد المتجزئ وإما مجتهد مطلق مطلق يعني شنو؟ يعني مجتهد في جميع الأبواب الفقهية المجتهد المتجزئ يعني مجتهد في باب دون باب مثلا مجتهد في باب الحاج مثلا مجتهد في باب الصلاة مو مجتهد في بقية الأبواب يقول هذا المجتهد المتجزئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتواه كما بين بل يجوز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم هذه المسألة يقول يجوز لغيره العمل بفتواه المسألة 21 قال فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل بغيرها يعني الغير الأعلم يعرم أن يفتي بالشيء بقصد وهو يقصد أن يأتي الآخر ماذا؟ ويعمل بفتواه وفي هاي المسألة يقول لا إشكال أن يرجع إليه أحيانا يقول يرجع إليه وأحيانا ماذا؟ أحيانا أنا كن في الحاج ومشتهد في باب الحاج والناس تأتي للسؤال وأنا أجيبهم حسب فتواهي يقول ماكو إشكال لكن ليكن أنا أتصدى للناس لأفتيهم حسب فتواهي أقصد أن أفتي ليقلدنا الناس وأنا لست وأنا فاقدا لشروط المرجعية هناك فرق واحد ممكن هي الناس ترجع لي وأنا مقاصد فأنا أفتي بيحقلها للناس تسألني كما هي عادة الناس وأحيانا لا أنا كن قاصدا للإفتاء هذا الفرق بين المسألتين يقول بل يجوز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم أو فتوى من يساويه في العلم على تفصيل العلم مما سبق وينفذ قضاءه هذا لذا كان قاضيا هذا المجتهد المتجزئ ولو مع وجود الأعلم أكو عالم موجود في نفس القرية هو الأعلم لكنه هذا مشتهد في باب القضاء مشتهد متجزئ مع وجود المجتهد الأعلم المطلق هذا قضاء المتجزئ لا أشكال فيه ينفذ قضاءه إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء المسألة 23 تأتي إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الظاهرين